شئ تامن أحباء الجهاد في الصلاة أعظم مثل هو ربنا يسوع المسيح في بستان جتسماني اليوم عنا في القدس بيسموه بستان النزاع بستان الصراع بستان الجهاد بستان قاتشمنيم معصرة الزيت بستان أحبائي الجهاد لاحظ ما قال يسوع يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن عم بصارع ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في آية 44 في لوقع 22 قائلا إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه ققطرات الدم نازلة على الأرض من كتر الصراع والنزاع كأنه أنا مش طبيبي يعني سمحوني إذا غلطت من ناحية طبية بس كأنه في عروق هيك صغير شرايين من كتر الشد بتتفجر وصار ومع المتسجة بالعرق فصار العرق ينزل قطرات دم فهذا بيتكلم عن نزاع عن صراع عن بجاهد في الصلاة أن تجيز عني هذه الكأس ولكن أنا أجيت لهذا الغرض لتكن لا إرادتي بل إرادتك أن هذا الجهاد هو جهاد الصلاة أحبائي تعرفوا في منقرأ عن واحد في العهد الجديد اسمه أبا فراس أبا فراس كان صديق وخادم وعامل مع الرسول بولوس بقول الرسول عن أبا فراس يسلم عليكم أبا فراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد شوف الكلمة مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله إنها صلاة اللجاجة إنها صلاة المثابرة إنها صلاة عدم التزحزح بل الثبات حتى يأخذ الطلبة يعني بتذكرني في يعقوب في العهد القديم عندما تصارع مع ملاك الرب وقال هذه العبارة لن أطلقك إن لم تباركني إنها الصلاة بدون انقطاع إنها الصلاة بدون أي ملل ولا أي كلل إنها صلاة التوقع إنها صلاة المحاربة الروحية لأجل الحصول لصلاة الجهاد لأجل الحصول على الاستجابة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر